بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو كده حبيب ان انا يعني ايه اوضح كده شوية فروقات هتسهل على الناس ان العايزة تبدأ في البي ام بي سيكس اديشن والان بسبب موضوع الاجل ابروتش وطرحها في البي ام بي وانه هي تبقى جنرال لكل الناس مش بس للناس بتوع الاي تي فحبيب يعني ان انا اتكلم في النقطة دي بسبب ان دي عاملة معاناة شوية للناس بتوع الكنوستراكشن يمكن الناس بتوع الاي تي هيلو الموضوع بسيط بس معاناة الكنوستراكشن لها اسباب كتير يعني اول حاجة مثلا ان هو مش معتاد ان هو يشوف الفكر بتاع الاجل ابروتش تاني حاجة لما بيجي يبص على الاجل ابروتش وبص على الكنسبت بتاعتها او الـ 12 برينسبلز اللي محتوطين بيلاقي ان فيهم حاجات عن الاي تي فبلاقي حاطتلي كلمة سوفتوير تب هو البروجيك مش كله سوفتوير حاجة تانية مثلا على موضوع ان الناس بتاع البروجيك مانجمنت يعودوا مع الناس بتوع البزنس وما قل leurش بس بتوع البروجيك مانجمنت قال الديفلوبرز تب الديفلوبرز اللي هم المبرمجين انت بتكلم بس الاي تي ولا الموضوع كامل على موضوع البروجيك مانجمنت ككتاب خاص للبروجيك مانجمنت عموما مش بس للناس بتوع الاي تي فلاقينا ان البرينسبلز نفسها الخاصة بعض الموضوع الاجل ابروتش يعني فيها كلمة سوفتوير وديفيلوبرز باستمرار وكأنه هو فعلا بيكلم الناس بتاع ال واي تي بس فدعم اللابت عند كتير من الـ construction هو قال لك خلاص يبقى الموضوع بعيد عني طب انا ليه هدخل بقى في موضوع الـ agile approach واتعب نفسي جئنا في الـ PMP 6 Edition لانه هو موجود خلاص انا لازم ان انا هزاكر وطالما انا هزاكر PMP طيب الفكرة بقى كلها في موضوع الـ agile approach خلينا نقول مثلا هل الناس بتوع الـ IT محتاجين فعلا الـ agile approach دي ولا الموضوع رفاهية لا فعلا محتاجين الناس بتوع الـ IT عندهم معاناة كده شوية بسبب مثلا ما تبقاش دايما واضحة خاصة لما بعمل حاجة جديدة ومعظم شغل الائتي بيبقى فيه انوفيشن بيبقى فيه ابتكار على عكس الشغل في الكونستركشن معظمه بيبقى نمطي ولاي الاوي لما بيبقى فيه انوفيشن انا بعمل مستشفى معروف ان هي مستشفى خلاص معروف ان هي هتعالج المرض ومعروف القوض ايه اه انا بغير بس شوية مثلا في السيركوليشن في الحاجات بسيطة لكن الاساس ان هي مستشفى مش حاجة جديدة يعني معروف المستشفى عبارة عن ايه فبالتالي الاسكوب كله يعتبر معروف من البداية للنهاية خلينا عشان الناس بتاع الكونستركشن نفهم اكتر الفكر بتاع الاجل واهميته للناس بتاع الاي تي ناخد كده اجزامبل بسيط على موضوع الاي تي له اخدنا اي مثال على مسلا لأي مسلا خاص بشركة سياحة شركة سياحة دي عايزة تعمل للسيستم عندها للبزنس بروسيس اللي موجودة عندها عايزة تعمل لها فجابت الناس بتاع الاي تي عملو لنا برنامج بدأوا يدرسوا يعملوا جمعوا خلاص وعارفوا هم عايزين يعملوا ايه وفي نص الشغل قال لهم لا معلاش يصل احنا في عندنا برامتر زن سينة نقول لكم عليها ايه احنا بندى مسلا او بندى لبعض العمل عندنا طب هندطر نغير من الاول تما كنت قلت لنا الكلام ده او مسلا يكتشفوا حاجة جديدة وهم في النص يجي واحد مسلا بتاع شركة سياحة ده ويقول انا عايز ازود مسلا ابروتش جديدة وهو بيزود الابروتش الجديدة دي يلاقي مسلا ان هو عايز يعمل ايه عايز يعمل مسلا سيستم خاص بالنقاط point system او نظام نظام للولاء عشان اللي هيشتري من عندنا كتير هيبقى عنده points وبعد كده هيقدر ان هو يشتري باسعار مخفضة طيب الديفلوبر هيجي يقول له طب ما قلت ليش ليه على الفكرة دي من الاول بدل ما اعيد مسلا موضوع بتاعتي او اعيد مسلا لبعض الموديولز عندي طب كنت قلت لي من الاول يعني سيبني اشتغل وبعد كده جاي تقول لي دلوقتي طيب يبقى احنا محتاجين فعلا نشتغل اجل عشان مش معروفة الكلام ده ما بنشوفهش في الكون مفيش عندنا بقى مشكلة مسلا الووترفول او المشكلة الناس اللي بتشتغل كل الشغل على بعضه مرة واحدة ويجي يسلموا الكلام ويجد ان الكلام ده مش نافع لعندنا مفيش في الكونسراكشن المشكلة ديت فعشان كده زي ما هيبان معانا في الاكزامبل زي اللي هنتكلم فيها ان يعني مش دين نقطة اللي فيها الخلاف قوي او مش دين نقطة اللي عامل لنا المشكلة طيب نيجي بقى لللايف سايكل الخاصة بموضوع الاجل ابروتش هي دي اللي هتوضح لنا الموضوع بشكل كبير اللايف سايكل معتمد على تو ديمينشن الاولاني التشينج ان فيه تشينج كتير بيحصل ولا لا التشينج لما بيحصل كتير ده معناه ان انا بعيد الشغل مرة تانية طيب عشان ما عيدش الشغل محتاج ان اقل بقى التشينج ده في الكونسراكشن فيه تشينج فيه اه بس محدود يعني مثلا بنيت اربعة تدوار من المبنى مش ههدوا وابني حاجة تانية لكن في البرمجة يعني لا الواضع ممكن ليه لانهما مثلا تلات افراد مهندسيين قاعدوا يشتغلوا على برنامج قاعدوا مثلا لمدة شهرين الكلاينت ببساطة يقولهم معلش انا متكفل بالمصاريف دي حتى لو اشتغلت ست شهور انا متكفل ليه لان هي في النهاية مصاريف مصاريف افراد فالموضوع بسيط يقدر ياخدوا القرار بسهولة على عكس في الكونسراكشن لا ده في ماتيريال ورسورس وشغل وفلوس مليارات ادفعت او ملايين ادفعت طب الدفعة دي مش بسهولة بقى هقول هد المبنى وابني تاني يعني فعشان كده في الكونسراكشن ممكن على عكس في الاي تي اه ممكن اغير ماشا ممكن انا اتحمل الموضوع والتكاليف كلها كلاين واقول ماش مفيش مشكلة ان انا هغير ده البرامتر الاولاني اللي هو البرامتر الثاني اللي هو الديليفري ناس في الاي تي كانوا متعود مسلا في الووتر فول انه هو يخلص البرنامج ويسلم هو وان دليفري تو دليفري زماسا فاقلك لا انا مش هشتغل بقى بالطريقة دي انا عايز ان انا يعني باستمرار يبقى في دليفري كل ما اخلص موديول معين لو رجعنا المثال بتاع شركة السياحة حاجة مثلا موديول خاص بالكاستمر هسلمه موديول خاص تاني بالترانز اكشن اي موديول مثلا اخلصه اسلمه مش هستنى لما اخلص البرنامج كله على بعضه وبعد كده ارجع اقول طيب انا سلمته لا ده الكلانت مش راضي فعشان كده الموضوع ده مش موجود يعني موضوع الوضع عند الوضع مختلف تماما الوضع غير يعني موضوع زي ما هناخد في الاكزامبل اللي هاقوله بعد شوية اه 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 بتوع اه اه اللايف سايكل دي حكمت لي الموضوع ما بين اربع حاجات لو انا عندي تشينجز قليلة وعندي الوضع قليل فبالتالي انا كده باشتغل ان انا قادر على ان انا اتنبأ بالسكوب كله سواء الاسكوب اقدر عمله بالتالي time schedule اقدر عمله اي بروسس هقدر عملها طالما الاسكوب خلاص بقى واضح زي ما احنا عارفين WBS اساس العمليات التخطيطية اللي هتيجي بعد كده طيب الاسكوب بقى واضح من اول يوم والتشينجز المتوقعة قليلة جدا والدليفري مش هاد عمل كتير يعني باعتبار ان النقطة دي خلافية هنقولها بعد شوية فبالتالي انا هشتغل انا عارف خلاص الاسكوب اقدر عمله كله من البداية طيب لو انا عندي واحد من البرامتر دول اختلف مثلا لتشينجز هيبقى فيه تشينجز كتير ومتوقع ان انا بعد ما اشتغل يرجع يقول لي لا عيد طيب عيد يبقى انا محتاج ان انا اشتغل ايه اشتغل ايه اشتغل اتريتف يعني مرة ومرة 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 وهكذا يبقى فيه محاولات متكررة يبقى فيه اتريشنز طيب لو جينا بقى للبرامتر الثاني اللي هو الديفريز لو انا عدد الديفريز قليل بس الديفريز عايزها تبقى كتير يبقى انا كده هشتغل فعور في الناس بتاع الاي تي او ان انا هعمل موديول وبعد كده هنتقل للانكريمنت التانية وعمل موديول تاني والانكريمنت تالتة واعمل موديول تالت وهكذا فبالتالي انا شغال انكريمنتل طيب لو الديز شغالين مع بعض يعني كتيرة والديفريز كتيرة فبالتالي انا كده شغلي يبقى اجل دي المنهجية بتاعت الاجل ابروتش او الاجل ابروتش الطريقة مثلا بتاعت الاجل قالت ان انا عندي هي دي بتاعتي ان انا لو عندي كتيرة وعندي كتيرة فبالتالي انا كده هشتغل اجل هشتغل هحاول ان انا اكون تكيفي مش هخطط الاسكوب كله بالكامل من الاول هخطط الجزء اللي في البداية وبعد كده هبقى عمل بلان واحدة واحدة لما افهم خلاص انا اتاكدت الجزء الاولاني دوت مظبوط ماشي خلاص اوكي مع الوقت هبدأ ان انا اكبر بقى وان انا ازود في الاسكوب لكن مش هخطط الاسكوب كله من البداية من الاول ليه لان انا متوقع ان انت هتيجي تعمل لي شوية تغييرات كبيرة وجزرية ككلينت هتغير لي الموضوع كله على بعضه فبالتالي لا انا محتاج ان انا ابقى مش هعرف ان انا اتنبأ بالاسكوب بالكامل من اوله لا ده انا يعني مش هقدر ان انا فبالتالي انا متوقع ان انا اشتغل ايه جزء صغير على قد الموديول الاولاني او على قد اللي ممكن نسميها ايه الانكرمينت الاولانية او الجزء اللي في البداية هتلعه وبعد كده هبقى اعمل بلاننج للباقي عشان ما عودش اعمل بقى كسكوب وبلاننج وكوستنج لحاجات وانت تيجي كاكلاينت تقول لي انا عندك تشينجز كتير فاتغير لي الموضوع كله فدي كده ايه النقطتين او الرئيسيين لموضوع اللايف سايكل تعالوا بقى نسقط الكلام ده على موضوع الكنستركشن ونقول هل في الكنستركشن احنا محتاجين نشتغل ادابتف ولا بريديكتف هل هي فاردة لازم اشتغل ادابتف لا في النهاية لما بيطرح الستاندرد تاع البيم بوك زي ما كل اللي ارى الستاندرد شاه هو بيطرح الفكر عشان يديك طولز كتيرة وبعد كي يقولك اعمل تيلورنج مش لازم تاخد كل البروسيس نقل البروسيس اللي هتنفع ليه الكيس بتاعتك هو بيقدم يعني ستاندرد شامل عايز يحط فيه كل التولز والتيكنيكس هستخدم انا كل التولز والتيكنيكس في المشروع عندي لا انا هعمل تيلورنج انا هختار شوية عناصر هختار شوية حاجات فبالتالي هو مش فاردها علي طيب هشتغل ادابتف ولا بريديكتف على حسب الحالة الناس اللي شغالة في الكونستركشن في الاوردينج مثلا او ما بعد الاوردينج ان خلاص فيه اول جاء واخد المشروع وهيبدأ معظم المشاريع لما بتبقى او البيو كيوب بتاعتها موجودة وموجود فيها كل اللاين ايتمس فخلاص الاسكوب معروف الاكتيفيتز كلها معروفة الراجل مسعارها والمشروع كله معروف مفيش تشينج فيه ممكن بس هتبقى حاجات بسيطة لكن مش زي الحاجة اللي هيغال للمشروع بالكامل زي ما بنشوف مثلا في فبالتالي موضوع الكونستركشن لما بقى انا شغال مثلا على مشاريع بعد الاوردينج والمشروع ده بيبقى خلاص الكونسلتنت او الدزاينر عملي كلها وعملي المشروع كله والسكوب كله واضح فالموضوع عندي ابدأ خطط خلاص التغييرات تبقى قليلة مش حاجة جمدة جدا فمش محتاج ساعتا ان انت تشتغل اجل او مش محتاج ان انت تشتغل ادابتف هل في امثلة عندنا في الكونستركشن مثلا ممكن اشتغل فيها ادابتف او اجل ممكن انا قبل الاوردينج لو كده الناس اللي بشتغل في الدزاين مثلا موضوع الكونستركشن لما باجي اشتغل على كونستركشن في الغالب بقول مثلا عايز اخلص الكونستركشن فاربع اسابيع وبلاقي ان الكونستركشن بدل ما يخلص فاربع اسابيع خلص في تسع شهور ايه السبب ان انا بعمل انوفيشن هي دي النقطة انوفيشن معناه ان الكلينت عايز حاجة مبهرة طب عايز حاجة مبهرة انا ممكن اطلع له حاجة مبهرة او حاجة لا ممكن اطلع له حاجة ترضيه او حتى لو مش مبهرة بس حاجة يعني ترضيه او ما ترضهوش طالما مش هترضيه برضو نفس الفكرة هيقول لك يعني الدزاينر قاعد يشتغل عليها ستة شهور ولا تلات شهور مش مشكلة عيدوا الشغل اعملوا ليه كونسب ديزاين جديد مفيش مشكلة لا اغير لان الموضوع بالنسباله تكلفة بسيطة يقدر بقرار بسهلة قوي انه يقول لك لا غير غير كل حاجة من اولها وجديد من اول خالص يعني طيب انا محتاج بقى اشتغل اجل تعال بقى واحدة واحدة قبل ما هخلص كله يعني اسبوعيا هاجي اشتغل معاك مثلا اسبوع باسبوع كده انت قعد معايا او يوم بيوم واجه اقول لك انا هخلص الحتة دي وهشتغل في النقطة دي وهكذا من الامثلة عندنا برضو موضوع ايه انا عايز اعمل فكرة جديدة مثلا زي موضوع الجامعة مثلا او جسر الجامعات مثلا جسر الجامعات في ميناء الجسر مثلا في البداية مش معروف هو هيبقى الموضوع عبرا عن ايه احنا عندنا مشكلة الناس بتموت والناس اللي بتموت دي عايزين نلاع حل في الفترة بتاعة ميناء وهما بيرموا الجامعات فبالتالي احنا محتاجين عشان الناس ما تموتش محتاجين فكرة جديدة فمش عارفين هنعمل ايه الموضوع هيتحل ازاي ما اعرفش انا عايز مقاول يجي ياخد الموضوع كله على بعضه يديني فكرة جديدة تحل الموضوع ويعمل لها ديزاين ويعمل لها بلدين كونستركشن ويخلص كل حاجه ومينتنانس اوبريشن كمان لان عايزه يحل المشكلة الموضوع مش تقليدي مش معتاد مش كل يوم ان انا بعمل مبنى زي المبنى ده فبالتالي ده ساعتها انوفيشن هقولي المقاول اشتغل اشتغل ومش عارفين اللي هيطلع ده ممكن نقوله لأ معلش اغيره ممكن ما يغيرهوش فساعتها لأ محتاج يشتغل اجل محتاج ان هو ما يخلصوا كل حاجه ويجي يقول لي لأ قولي اول باول عشان احنا ايه نشتغل مع بعض واحدة واحدة يمكن اسقاطي على الكونستركشن مثلا بعض الامثلة جاء من يعني السبب الرئيس ان انا اشتغلت في الحاكتين اشتغلت كونستركشن اشتغلت اي تي كنت كان بيعمل وانا شخصيا يعني كنت باستمرار بطلب منه تغييرات كثيرة وبنغير حاجات في البزنس بشكل كبير قوي فده اللي خلاني احس يعني بالمعاناة بتاعته ان هو فعلا بيعاني بشكل قديه ان انا تطلع في دماغي فكرة جديدة في السلوشن اللي انا عايز اعمله ان لا هيبقى فيه بزنس كونسبت جديد انا عايز احطه عشان انا شايف ان ده مناسب للماركت دلوقتي فانا محتاج ازود دين فطالما انا محتاجه يبقى بالتالي انت هتغير حاجات كتير من اول وجديد فبيبقى صعبان علي وانا بقول له الكلام ده صعبان علي فعلا لكن كنا متفقين من البداية ان انا هشتغل ا اجل كنا بدقين المشروع مسلا في الفين وستاشر وقلنا ان احنا هنشتغل اجل وهنشتغل اسبوع باسبوع بنراجع لكن الفكرة ان كان بيزهر فعلا يعني حاجات جديدة انا شايفها ان هي هتفيد الماركت واتفيدني لكن ساعتها بقول له معلش هنغير احنا كنا شغالين اجل اه بس مقدرناش ناخدها في الاعتبار لان دي مجاش في دماغي غير دلوقتي انا ككلاينت انا متعب انا عارف مجاش في دماغي غير دلوقتي فعشان كده بحاول ان انا اعمل بقى اسقاط للكونسبت انا شفتها دي على مشاريع عشان اقول امتا احنا ممكن نشتغل او اجل وامتا ان احنا ممكن نشتغل بالطريقة العادية النقطة التانية بقى موضوع انا يعني شخصين عندي اعتراض على اللايف سايكل اللي حطها الموضوع ده ان هو قال لك موضوع لو انا هشتغل مثلا اي كتير يبقى انا كده بشتغل يعني انا بشتغل مرحلي ما بشتغلش لان انا مش عارف اللي جاي ايه فهعمل على اكتر من مرحلة يعني احنا عندنا في الوضع مش كده عندنا يوميا يوميا نعمل ومع ذلك احنا مش شغالين احنا شغالين الناس بتقول اي تي دايما بيجي يشتغل مثلا بالسبرينت يقول لك انا هشتغل مثلا سبرينت لمدة اسبوع توويكس منطب الكتير وهعمل فيه شغل وهو ريكي الشغل ده عندنا في الوضع مش موجود في الوضع الموضوع مختلف تماما لسبب الاختلاف لان انا عندي كونسولتانت او كونسولتانت قاعد معي في الموقع مش بقى بيعمل كل اسبوع مش هننزل للمرحلة ديت يعني ما بقولش مثلا ده وحيصه ده حل بس يعني بسبب ان احنا ما عندناش جديد فبالتالي الموضوع اه خلاص بقى يعني الموضوع بقى سهل معروف ايه الخطوات اللي هتتمي فبقى الديزاينر او بقى ال كونسولتان سوري بقى موجود عندي في الموقع وبيستلم اول باول ممكن عدد في اليوم الواحد تبقى خمسة جزء مثلا في الكهرباء جزء في اللو كارنت جزء في الميكانيكال الميكانيكال فيه حبه في الفايرفايتينج وحبه في الاتشفاك وحبه في البرومينج وحبه في الحجات في الاركتك جزء منها تايل وورك وجزء منها سيلينج يعني ايتم كتيرة مفتوحة وعدد الانسبكشن يعني ماني مان خمسة ممكن لو ميجا بروجيك ممكن الاقي البروجيك ده في عدد تسليمات خمسين ستين مسلا في اليوم الواحد لو بلدنس كتيرة وميجا بروجيك يعني فبالتالي ساعتها موضوع الدليفري عندنا في الكنستركشن مش محتاجين بقى ساعتها ان انا اقول الاسبوع الجاي انا هعمل شوية حاجات عشان اسلمهم لك عشان ما بقاش اشتغل لأ الكلام ده في الائتي في الائتي هو كان بيسلم البرودكت على بعضه فمحتاج ان هو يسلم كل شوية حاجة في الكنستركشن هو الوضع اساسا احنا بنسلم يوميا مئة حاجة بنسلم حاجات كتير فمش هتعمل الموضوع ده عندك ان انا عايز بقى كل اسبوع سلم حاجة جديدة لا انا مش مش هقلل العدد يعني ده العدد مفتوح يعني يوميا كمية كتير ده بسبب الكمبليكس اللي في الكنستركشن والكمبليكس ده يدوم ينم على ان ما فيش انوفيشن او الانوفيشن ضعيف يعني مش ايه مفيش حاجة جديدة يعني برضه عشان ما نبقاش محدش يفتكر ان انا بقلل من شأن الائتي بالعجز الائتي عندهم كل فترة مش بسبب ان هم وحشين يعني او سبب ان هم قليلين لا بسبب ان هو عنده انوفيشن هو بيبقى عامل بيبقى عامل حاجة على ده يعني بيعمل دراسة للكاستمر ويشوف بشكل كويس وبيعمل حاجة ما كانش عملها قبل كده اول مرة انا هحقق لك الطلب بتاعك ده بس انا ما عملتوش قبل كده بس هدرس وعملوا لك وحققه زي شغل الانجنيرين عندنا في الكونستركشن اللي هو ما قبل زي ما قلنا او اي حاجة في الانجنيرين في الغالب بتبقى في حاجات مثلا ايه مش نمطية مش معتادة فببدأ ان انا افكر فيها هتطلع حاجة فيها ازاي اه يعني دي كتنبذة كده عشان ايه الناس اللي الان ان هي تتخش في وخاصة الناس اللي في الكونستركشن يعني قلقانين وعملين يتكلموا بشكل كتير تب ندخل ولا لا تب الاجل هنعمل ليه في الاجل الموضوع بسيط جدا طرح المنهجية الاجل او الاجل الابروتش نفسها طرحها اه مش حاجة جمدة اوي او مش كبير وهو قائم على الفكر اللي احنا قلناه يعني في المثال وهتلاقوه في بداية كل شبتر يعني جزء بسيط والموضوع مش صعب على الاطلاق الموضوع بسيط جدا 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 بس هو انا حبيت عمل لكم اسقاط على امثلة الكونستركشن عشان نحس به يعني بشكل اكتر اه اه بالمناسبة صحيح اللي حابب يتعمك في الاجل يعني كان اه احد الزمله الاخ الفاضل المهندس اه هيثم زاكي اه كان عمل لي انفتيشن مبارح على البيتج بتاعته ودخلت وشوفت ما شاء الله اه شغل جامد يعني فالناس بتاع الاي تي بيبقوا بارعين عننا في موضوع الاجل باعتبار انه ده المين اللي محتاجينه في شغلهم انه هو يشتغل بالاجل اه باعتبار انه هو بيلاقي بشكل كبير جدا يعني